إيه رأي في مرسج كلها كبتاً؟ لا مدرب كبير طبعاً يعني وأثبت ده السنة دي يعني الدوري ده دوري استثنائي الصراحة يعني الضغوط على الفرقة وإن هو إن هو في الأول يكسب بطوط أفريقيا وبعد كده يجي الدوري يعني بنسبة كبيرة جداً كان الناس كتير من فكرنا الدوري ده هيضيع ملقاً يعني إيه؟ في ظل الظروف والضغط وإن أنت مطالب إن أنت تعيباً 15 ماتش في فترة قليلة جداً وطبعاً بيرامدز كان حطي الضغط أكبر إن هو كان كسب برضو ماتشات كتير ففرق بالنقاط بفرق كبير إن أنت تقدر تعود ده في الفترة دي بالحملة اللعيبة شايلاء في الوقت ده فده مدرب كبير طبعاً ما أقدرش إن أنا يعني سواء اشتغل نفسياً مع اللعيبة سواء اشتغل بدنياً مع اللعيبة خطاطياً في الملعب إن هو يكسب بيرامدز اللي هو متصدر رايح جاي فلا طبعاً مدرب كبير وأثبت إن هو يعني من أحسن وطبعاً كتير رايح جاناً بيعملها دايماً دايقت بعض اللعبين يعني في بعض اللعبين شوفناها مع المدرب المسلمين اللي متدابة وخارج اللي متدابة وبيشاركش إنت لو مدرب هتعمل إيه وإنت عندك كل النجوم اللي موجودة في الفري ده هو أنا يعني أنا عندي قناعة تم كده إن المدرب النادل أهلي ده طول ما هو ماشي صح وبيكسب هو رئيس جمهورية النادل أهلي يعني طبعاً بعد طبعاً يعني ده بغض نظر عن الإدارة يعني دي حاجة يعني بكلم في الشق الفرقة يعني هارجع بزيما أنا اتمرنت مع مستر مانويل مثلاً ما كانش حد يقدر يتكلم معي هو الراجل بيكسب وبيحق بطولات وفي الملعب حتى لو أنت بره متدايق ويما ما كانش كان قولي الأول اللي بتدايق لأنهم معارفين نظامه بس لو في لعيبة مثلا جات جديدة ومتدايقة أو كده ما عندهش مشكلة تدايق انت الخسران يعني في النهاية هو الخسران ليه؟ لأنه هو الراجل زي ما بقولك كده يا كريم هو ما فيش حد هيقول له أنت بتعمل إيه؟ فيش حد هيغلطه حتى الجمهور بيسنده ليه؟ لأنه راجل بيحقق كل حاجة فكولر نفس الوضع ايه وجه تشابه بالتنين؟ كولر وجوزيه؟ الحزم يعني أنا بشوف جوزيه كان تك تكيا يعني مارن شوية عن كولر بس ده برضو عشان اللعيبة اللي معاه كانت كان معاه جيل طبعاً كان عنده لعيبة كتير ولا وجيل بيعمل أي حاجة ولكن كولر برضو يعني قدر أنه هو يعوض هو كان مباشر أكتر من جزيه يعني كولر عايز يكسب الموتش بأقل مجهود ممكن فده ده بيختلف عن مستر مانو أنه هو كان بيحب الكرة الحلوة الشكل الحلو نلعب كرة بشكل ونكسب كولر عايز يكسب يعني بيتغادل شوية ممكن يتغادل شوية عن الأداء في غض يعني عشان يحقق نتيجة فده فرق يعني شوية بينهم من فكرة الأداء الحلوة والكولر الجميلة في الملعب كولر ما بيهتمش بها قوي على قد أنه هو راجل مباشر عايز يكسب في أهل وقتاً ليه؟ لأن طبعاً الظروف الحمل البدني على اللعيبة الظروف المحيطة بالجدور الدوري وكده بتخليه أنه يلجأ للنقطة دي أنا لا بس أنا هتكلم على ما حمد في النقطة دي أو بتتكلم على جيلي مختلفين يعني جيل بتاع يومان ويجزي لا ده ده كانت استواط في الملعب تتكلم في مين؟ في بركاته على أبو تريكا على عماد المتعب فيه على حساب معوض وشادي وعوال جمعة على الحضر لعيبة كورة قروت كورة فطبيعة هتفرج على كورة حلوة ملاجعها بقى بالسطيل لا بس هو كان ليه دور أكيد هو بيحزمه بس هو شخصية ما له جزء شخصية دي معرفينها كلها بس في ملعب في ايه؟ في بقى دلوقتي طبعاً كولر بيتعب أكتر منه مع المجموعة اللي معاه دي عشان يحق زي ما بقول أحمد عشان يحق يعني يطلع بالشكل ده لأن الأهل مش نفس برضو الجيل ده بالضبط فيه لعيبة كويسة بس فيه برضو انت محتاج برضو لعيبة تانية مثلاً فيه لعيبة بيرسيتاو مثلاً على فترات شوية كويس شوية وكمان سنه بيكبر دلوقتي مثلاً هو بيتكلم انه عايز مثلاً مش عايز كهربه انت محتاج فرود مكانه